بدأ الموقف في العراق منقسما بشأن هجوم ميليشيا الحوثي على الإمارات والذي أسفر عن ثلاثة ضحايا وستة مصابين من المدنين حيث الموقف الرسمي الحكومي ممثلا بوزارة الخارجية الحالية أدان الهجوم بشدة مؤكدا رفض الحكومة لأي تصعيد في المنطقة مشددا على الدعوة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى النقيض من الموقف الحكومي كان الموقف الآخر مباركا لهجوم ميليشيا الحوثي على الإمارات هذا الموقف تبنته الميليشيات والأحزاب التابعة لإيران بدءا من زعيم ميليشيا العصائب الخزعلي الذي أيد الهجمات التي سهدفت مطار أبو ظبي الدولي مغردا عبر تويتر بأنه يبارك هذا التقدم الهائل في قوة الردع محذرا في الوقت نفسه حكام دولة الإمارات من مغبة سمرارهم في التدخل بشان العراقي الداخلي وزرعهم بذور الفتنة والتفرق بين أبناء الشعب على حد تعبيره موقف لم يختلف كثيرا عن موقف الميليشيات في لبنان وتحديدا ميليشيا حزب الله التي أيدت وباركت هجمات ميليشيا الحوثي على الإمارات هذا التأييد من قبل الميليشيات في العراق للهجوم يأتي بعد إدانة عربية ودولية واسعة له وموقف متضامن مع الإمارات وداعم لها حيث ودانت واشنطن الهجوم على مطار أبو ظبي ووصفته بأنه عمل إرهابي مراقبون عندوا موقف الميليشيات من هجوم ميليشيا الحوثي على مطار أبو ظبي بأنه يمثل دعما للإرهاب على اعتبار أن هذا الهجوم وصف عربيا ودوليا بأنه عمل إرهابي وبأن موقف الميليشيات من الهجوم وضع الحكومة في موقف محرج لتأييد الميليشيات لهذه الهجمات ودعمها لإرهاب ميليشيا الحوثي موسيقى